في موضوع عندنا ايضا اخر يهمنا احنا يا رجال اكيد حيث اصبحت عملية رسم عضلات البطن ونحته او ما يعرف بالسيكس باك شائعة بعد ان اصبح شكل الجسم والخصر المنحوط هدف لدى الكثير من الشباب والفتيات ايضا بعد ان كانت السمنة في الوقت السابق هي من مظاهر الجمال تجري تقنية شفط الدهون الزائدة وازالتها عن طريق عملية جراحية بجهاز الفيزر او الفيزر دي فور وتحذير او تخذير موضعي مع اعطاء المريض مسكنات جانبية تعطى بالوريد لكن لمن تجرى هذه العملية؟ للمزيد ينضب الينا في الاستوديو دكتور داود سليمان اهلا بك وصباح الخير صباح الخير دكتور يعني من عملية بحث شبه سريعة عن هذا الموضوع اساسا من خلال المكملات الغذائية ومن خلال الرياضة يقول لك هذا وهم صعب المنال وما هو بالسهل الانسان يوصل الى هذا الجسم المثالي خاصة اذا تكلمنا عن بنية الرجل فحدثنا اكثر عن هذه التقنية وهل هي فعلا حقيقية قريبة للواقع ام لا صباح الخير الكلامك مضبوط بس هذا الكلام كان في السابق مع تطور العلم وتطور الاجهزة اللي تعنى في مجال التجميل يعني التجميل اصبح موضة العصر تقريبا في الوقت الحالي فقامت تظهر اجهزة جديدة تحتني بشكل ورسم الجسم بعيدا عن التقنيات السابقة اللي كانت مجرد تسحب الدون وخلاص يعني خلاص اشفط الدون وبعدين تجي التراهلات او روح للرياضة واخذ سنة او سنتين او ثلاثة يلا تطلع شكل الجسم المقبول مع تطور هذه التقنيات نتكلم اليوم عن تقنية الفيزر فور دي هي احدى الثقنية لعملية رسم ونحت قوام الجسم هي مو بس للرجال النساء همي يعني للرجال اظهار السيكس باك والنساء هو نحت الجسم ونحت الخصر ورسم الجسم بشكل كامل بس لو نتكلم على هذه التقنية بالتحديد اللي هي السيكس باك وخصوصا انه يعني عضرة البطن معروف انه صعب جدا يعني الا بمجهود قوي في الجسم او سنتين او ثلاثة مع الهرمونات مع الهذي بزبط انتو ايش التكنيك اللي تتبعوه هنا ترسموا او شي المنطقة بعدين تشفطوا الدهون في داخلها احنا نقوم برسم المنطقة المراد يعني رسم السيكس باك فيها بعد الرسم تجرى العملية عملية تحت تخدير موضع مثل ما قلت تاخذ العملية اربعين دقيقة نقوم بسحب ورسم شكل العضلة بازالة الدون حوالي العضلة لعادة رسمها لان العضلة ترتبط عضلة بعضلة ترتبط بالياف فاحنا نركز على منطقة الالياف اللي تربط العضلات نقوم بنحت جهاز الفيزر نحت هذه الالياف لاظهار العضلة بشكل بارز ومنحوت وشكل جميل تنحتون العضلة ولا الشحوم اللي نحط الشحوم اللي حوالين العضلة فبهذا الحال تقوم بابراز العضلة بس كم تدوم هالعملية؟ هي تدوم العملية مدى الحياة بشرط انه الشخص بعد هذا العملية يحافظ على الوزن ويمارس بعض الرياضة يعني مو رياضة العنيفة بعض الرياضة لحفاظ على الشكل يعني مو يسوي العملية ويأكل بعد العملية ممكن يتخربط الشكل السكس باكا والشكل العضلات طيب علشان لا يجيك اي مريض ويفكر انه الحلم الان اصبح حقيقة نتكلم لمين تصلح يعني مثلا يجيك شخص اوفر ويت او انه عنده المشكلة بروز الصدر كيف تتعاملهم معها هل في خطوات ولا ما يصلح لأبدا مضبوط هذا الكلام يعني الاشخاص اللي يزيد اوزانهم عن المية ميت كيلو واحد مكرر شوي بيطلع سكس باك لا لا صعب تطلع لسكس باك هذا مستحيلة طبعا هو ينصح باجراها الاوزان بين تقريبا سبعين لميت كيلو الاشخاص اللي فوق الميت كيلو سبعين لمية هذا الوزن المثالي حسب الطول يعني تقريبا هذا الوزن المثالي فوق الميت كيلو احنا نقوم بعملية الشفط العادي اول مرة مثل ما عملنا بكثير من الحالات وبعد سنة او ستة شهور نقوم بعملية نحت السكس باك يعني اول مرة تشفط شفط عادي نزيل الدهون بعدين ننصح المريض باجراها الرياضة لمدة ستة شهور يجيب على ستة شهور نقوم برسم السكس باك ماها مضار جانبية ما فيها ضرر جانبية هذه التقنية احنا نقوم باستهداف فقط الخلايا الدهنية بدون تأثير على الجلد او العصاب او الاورد الدمون يعني لو مارس رياضة بطن زيادة عن اللزوم او كده يعني ما تستخدمون خيوط انتم او شيء تشكي العضلات لا لا ما نستخدم اين هو عمل الخيوط هي التقنية موجات فوق الصوتية تقوم فقط باذابة الدهون وسحبها خارج الجسم طيب الركابرينج نشوف النتيجة مباشرة ولا يحتاج الى فترة النتيجة مباشرة تطهمها بعد العملية بس النتائج النهاية الفاينل ريزارت تظهر بعد ثلاثة الى ستة شهور كباقي العملية مع جهاز الفيزر ممكن النتائج تظهر بين شهر ثلاثة شهور لان مثل ما قلنا هو مي يستهدف مثلا يؤذي العضلات او يؤذي الاوردة او الشرايين او الاعصاب مجرد يستهدف الدون اللي حوالي العضلة الدكتور داود سليمان شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا لها التوضيحات شكرا لك